سؤال مهم ما الذي شاهدوه؟ ما الذي تواصلوا معه؟ بتعبير دقيق ما الذي لمسوه هناك؟ لقد كتبت مجموعة نقاط تتحدث عن الذي لمسوه هناك حينما اخترقت أرواحهم حاجز الظاهر الترابي للدنيا وانتقلت إلى ما وراء هذا الحاجز أولاً أدركوا ضعالة نفوسهم وأدركوا قلة وجودهم لقد أدركوا هذه الحقيقة بشكل واضح إلى الحد الذي نفذ في كل كياناتهم ولذا هيمنت عليهم الغفلة عن نفوسهم وعن الاهتمام بشؤونها لمن شغلوا بعظمة ما شاهدوا لقد شغلتهم عظمة ما شاهدوا ثانياً أحسوا وأدركوا حرية الإنعتاق من الجسد ومن عالم التراب وحرية الإنعتاق هذه إنما استشعروها في كل ذرة من كيانهم والتعبير بالذرة تعبير قاصر فالحديث هنا عن الأرواح والأرواح لا تتشكل من الذرات لكن اللغة هي هذه للتعبير عن أصغر ما يمكن أن يعبر عنه حرية الإنعتاق من الجسد ومن زنزانة الظاهر الترابي للدنيا تجعل الإنسان يستطعم حقيقة الحياة وهذا الاستطعام والتذوق يكون داخلاً في كل كيان الإنسان وكيان الإنسان هو في كيان روحه لقد امتلكوا السرعة الحرة والانتقال الحر عبر أن يذهبوا أو أن يجاء إليهم القضية ليست كالحالة الترابية أن يذهب الذاهب أو أن يجيء الجاء وإنما في الأفق الذي كانوا فيه تمتعوا بالسرعة الحرة إنها سرعة لا يقيدها الزمان ولا تحكمها المسافات هذا أمر لا يستشعره إلا الذين عاشوه السرعة الحرة والانتقال الحر في بعض الأحيان ينتقلون بكيانهم وفي أحيان أخرى الأشياء تنتقل إليهم كي تكون جزءاً من كيانهم في سرعة لا نستطيع أن نتصورها إلا أن نعيشها إنها السرعة الحرة هكذا أعبر عنها لا أجد تعبيراً أنسب من هذا التعبير السرعة الحرة والانتقال الحر الذكاء الذي تفوق لذته كل اللذات لماذا؟ لأن التواصل مع الغيب يكون عبر هذا الذكاء عبر الغيب المحدود الذي اتصلوا به وتواصلوا معه أعظم لذة في كيان الإنسان لذة الذكاء هناك الذكاء الذي تفوق لذته كل اللذات لماذا؟ لأن التواصل مع الغيب عبره إلى الحد الذي يتحقق الشعور بالقدرة على اختراق أي شيء إنه الذكاء الذي يخترق كل شيء أمامه كي يطلع على ماضيه وحاضره ومستقبله وليس هناك في ذلك الأفق من ماض وحاضر ومستقبل إنها نقطة واحدة وفي هذه النقطة تتجمع المضامين التي نحن نصنفها في الظاهر الدنيوي التراب إلى ماض وحاضر ومستقبل في باطن الدنيا هناك نقطة واحدة هناك صفحة واحدة صفحة يرسم عليها الماضي والحاضر والمستقبل وفي الآخر فإن الذي تواصل معه هو المادة الأولية لصناعة مرحلة الظهور في أعلى رتبها حينما نقترب من نهاية العصر القائمي الأول لابتداء عصر الرجعة العظيمة فهذه هي المادة الأولية لصناعة عصر الرجعة العظيمة حيث يمتزج الظاهر الترابي للدنيا بعد أن يخرج التراب كل كنوزه تتجلى كل القدرات وكل الطاقات فعينما تتجلى كل القدرات وكل الطاقات تستنفذ في الظاهر الدنيوي الترابي إخراج الأرض لكنوزها ليس الحديث فقط عن كنوز في بواطن الأرض وإنما الحديث هنا عن كل الكنوز في الظاهر الترابي للدنيا عن الكنوز في الأشجار وعن الكنوز في المياه وعن الكنوز في أجسادنا وعن الكنوز في كل شيء في الظاهر الترابي لهذه الدنيا فبعد أن تستنفد هذه الكنوز ونحن نقترب شيئا فشيئا من آخر العصر القائمي وتبدأ الرجعة بالتجلي وحينئذ ستظهر مادة عصر الرجعة تلك التي تواصلت معها الأرواح من هنا كانوا يعيشون حالة في التواصل مع مادة ذلك الكون الذي تواصلوا معه يعيشون حالة قريبة من مستوى كن فيكون حينما يريدون شيئا كان يتحقق لهم بدرجة من الدرجات من نفس مادة الكون التي تواصلوا معها وصاروا جزعا من ذلك الكون وصار الكون جزعا منهم إنها حالات لا تستطيع الكلمات أن تشرحها إلا أن يعيشها الإنسان بروحه وبكل تفاصيل كيانه كي يكون ممتزجا مع تفاصيل تلك الكينونة التي تواصلوا معها في باطن عالمنا الدنيوي هذا الذي نعانق ترابه ونعانق ظاهره الحسي خامساً انطلاق الحواس إلى أبعد حدودها فليس هناك من حد للرؤية البصرية وليس هناك من حد لحاسة السمع فحينما تريد الروح أن ترى فإن كل شيء سيفتح أمامها سترى وترى من دون مسافات محدودة من دون حواجز وهكذا حينما تسمع الروح في بعض الأحيان تمتزج الحواس فقد تستعمل الروح حاسة واحدة وقد تستعمل حاستين معاً في الوقت نفسه اللون يكون مرئياً ومسموعاً في الوقت نفسه الصوت يكون مسموعاً ويكون مرئياً ويكون مذاقاً بحاسة الذوق في بعض الأحيان فقد تستعمل الروح حاسة أو حاستين أو أكثر وقد تجتمع كل الحواس فاللون يكون مرئياً ويكون مسموعاً ويكون ملموساً ويكون مذاقاً بالذوق وبكل الحواس لا أستطيع أن أقرب لكم الفكرة إلا بحدود هذه التعابير الضيق فعالم باطن الدنيا يختلف عن عالم ظاهرها النقطة السادسة تلاشي الزمان والمكان إنها حالة غريبة يتلاشى الزمان والمكان وتلك الكينونة يصبح الكائن الإنساني بروحه جزءاً منها وتصبح جزءاً منه ولكنه يبقى هو هو وتبقى هي هي أما التواصل فيبقى مستمراً من دون قيد زماني ومن دون قيد مكاني فربما على سبيل التقريب في ثانية يتحقق فيها ما يتحقق في سنوات في الظاهر الترابي للدنيا وربما يكون ما هو أعقد من ذلك حين يمتزج ما هو كالزمان بما هو كالمكان فليس هناك من قيود زمان ومن قيود مكان وإنما هناك مكان بحسب تلك الكينونة وزمان بحسب تلك الكينونة يستشعر استشعاراً عبر الوعي المتجدد في الروح التي تتواصل مع باطن الدنيا وكينونة ذلك الباطن الألوان الروائح الأصوات الطعوم موجودة لكنها ليست كالتي في هذا الظاهر الدنيوي الترابي الطعوم لها ألوان والألوان لها طعوم الروائح ترى وتسمع والأصوات لها ألوان ولها روائح الأمور مختلفة جداً مختلفة جداً هذا ونحن نتحدث عن الدنيا فكيف يكون الكلام عن جنان الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت لا في ظاهر الدنيا ولا في باطنها ولا خطر على قلب بشار ما في باطن الدنيا بالقياس إلى ما في ظاهرها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشار ما في جنان البرزخي بالقياس إلى ما في باطن الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشار وما في جنان الآخرة بالقياس إلى جنان البرزخ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشار الحكاية عميقة عميقة جدا الألوان الروائح الأصوات الطعوم شيء آخر هذا سابعا وثامنا وصول المعلومات طريقة التفاهم أن يتفاهم الإنسان مع غيره مع غيره من الأناسي من أرواح الأناسي من الملائكة من الكائنات النورية من الكائنات العظيمة التي لا يملكون حروفا ولا ألفاظا للحديث عنها وصول المعلومات التفاهم الفرح الحزن الحب البغض هناك شيء آخر شيء آخر تاسعا الشعور بالسعادة لا وجه للمقارنة فيما بينه وبين الشعور بالسعادة في ظاهر الدنيا لا وجه للمقارنة ولن نستطيع أن نتصور الشعور بسعادة هناك من خلال تصورنا للشعور بسعادة هنا إلا أن يفتح الإمام أبصارنا وبصائرنا إلا أن تتحقق المضامين التي قرأتها عليكم في دعاء يوم عرفة في مناجات العارفين في المناجات الشعبانية في دعاء زيارة آل ياسين حين يتحول الإنسان كائن النورية الشعور بالسعادة وكذلك الشعور بالبؤس والشقاء لا يقايس لا يقايس بأي وجه من الوجوه بما يشعر به الإنسان وهو يعيش في الحد الظاهري الترابي لهذه الدنيا النقطة العاشرة وهي آخر نقطة أنا تحدثت عن هذا على سبيل المثال الحكاية أكبر من ذلك أكبر من ذلك بكثير النقطة العاشرة الجهات تتبدل الشرق يكون غربا والغرب يكون شرقا أصلا لا وجود لهذه المضامين إنما أريد أن أقرب الفكرة بهذه التعابير الجهات تتبدل والقرب قد يكون بعدا والبعد قد يكون قربا والقريب قد يكون قريبا وفي الوقت نفسه يكون بعيدا والبعيد قد يكون قريبا وفي الوقت نفسه يكون بعيدا هذه المضامين تتداخل تتداخل فيما بينها حتى تمتزج امتزاجا عظيما ثم تفترق وتفترق افتراقا بعيدا الجهات تتبدل والقرب والبعد مفهومان لا علاقة لهما بمفهوم القرب والبعد في الوجه الظاهر التراب من حياتنا الدنيوية هذا عرض سريع لمجموعة نقاط احببت ان اشير اليها لتقريب فكرة مالذي شاهدوه ومالذي تلمسوه حينما انفصلت ارواحهم عن اجسادهم بدرجة من الدرجات واخترقوا الحاجز الظاهرية الترابية من الدنيا وولجوا الى حد ما في باطن الدنيا انها مادة عالم الظهور والرجعة مثل ما نخاطبهم في زياراتهم من اننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم وظاهرهم وباطنهم بحسب ما يتجلى في عالمنا الدنيوي سيتجلى بنحو واضح في مرحلة الرجعة وحينئذ سيتجلى ظاهر الدنيا مع باطنها تلك هي تفاصيل دولة الحق نحن نعيش في جولة الباطل وجولة الباطل حدها هذا الحد الترابي المحدود نستطيع ان نتجاوزه من خلال امام زماننا ان يفتح منافذ النور في ابصارنا وبصائرنا وقلوبنا وعقولنا مثل ما قرأنا في دعاء زيارة آل ياسي نذهب الى فاصل حينما رجعوا ما الذي استخلصوه ما الذي وصلوا اليه في الاعمل اغلب للذين عاشوا نعيما او للذين عاشوا عذابا للذين عاشوا سعادة او للذين عاشوا بؤسا وشقاء في تلك التجربة والبعض منهم جمع بين الامرين فقد استشعر السعادة في جانب واستشعر الشقاء والبؤس في جانب اخر الذي استخلصوه اولا ضعالة الدنيا فالدنيا ضئيلة وتافهة ولكن في الوقت نفسه بإمكان الإنسان أن يحقق شيئا عظيما في هذه الدنيا رغم ضآلتها ورغم تفاهتها ضآلة الإنسان نفسه فالإنسان ضئيل صغير لا قيمة له بالقياس إلى العظمة التي تلمسوها وتحسسوها تفاهة الحياة التي يقتتل الناس عليها بإمكانهم أن يوظفوها لشيء أفضل ولذا كثيرون منهم يقولون من أننا رجعنا ونحن نحمل رسالة جديدة في الحياة هذه المضامين التي وصلوا إليها إنها صور من الحكمة ألا تلاحظون أن المضامين هذه تمثل لوحة صغيرة من التفاصيل التي وضعتها بين أيديكم عبر برنامج كسب العقيدة وتحصيلها من خلال التعلم والتعليم ومن خلال المعايشة والمعاناة في أجواء خدمة صاحب الأمر ومن خلال التوفيق وفقهه في الدين وزهده في الدنيا وفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه إلى بقية المضامين التي مرت علينا هم وصلوا إلى هذه الخلاصة ضآلة الدنيا مع إمكان الإنسان أن ينتفع منها مع ضآلتها وأن يحقق شيئا عظيما لمستقبله لما بعد هذه الدنيا ضآلة الإنسان نفسه لا قيمة له بالقياس إلى عظمة خالقه وهم لم يشاهدوا عظمة الخالق هم شاهدوا شيئا من عظمة فيضه لباطن هذه الدنيا وهذا الذي شاهدوه سيترقى سيتجلى في جنة الأرض بنحو عميق جدا وعظيم جدا في الدولة المحمدية الخاتمة هذه هي المادة الأولية لها فاستشعروا ضآلة الدنيا واستشعروا ضآلة الإنسان واستشعروا تفاهة الحياة هذه التي يتقاتل الناس عليها وفي الوقت نفسه استشعروا عظمة الغيب هذا الغيب الذي لا نشعر بقيمته هم تصوروا أنهم قد أدركوا الغيب في أعظم مراتبه هم لم يدركوا شيئا ولكن بحسب ما أدركوا فاستشعروا عظمة الغيب واستشعروا جمال وجودهم وجمال خلقتهم لقد عرفوا لماذا خلقهم الله هذا السؤال الذي يقض مضاجع البشر لماذا وجدنا لماذا خلقنا لن نصل إلى الجواب ما لم ندرك العقائد بالبصيرة أن ندرك العقائد بالكلام وبالتعلم والتعليم فإننا لن نتذوق طعمها الحقيقي لابد أن نسبر غورها عبر البيانات التي ذكرتها لكم من خلال حقائق قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحقائق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم الكلام الذي مر علينا في هذه الحلقة من بدايتها أو في الحلقات المتقدمة التي ترتبط بهذا الموضوع بموضوع تجارب الاقتراب من الموت هم استشعروا جمال وجودهم وجمال خلقتهم استشعروا الحكمة عظيم الحكمة من وجودهم لماذا خلقهم الله وهناك شيء تكاد أن تتفق كلماتهم عليه ارتبطوا بالملائكة أو بكائنات نورية كما عبروا عنها أو بكائنات من البشر لها ما لها من المراتب العالية أو بكائنات عظيمة مجهولة والبعض منهم يقول من أن الله خاطبني كلمني من أنني كنت قريبا من الله قريبا من وجود الله هكذا هم يتصورون لكن في النهاية فإن فإن كلامهم يصل إلى نتيجة واحد من أن كائنات عظيمة هي التي تتحكم بكل شيء كل واحد يعبر عنها بالتعبير الذي يناسبه مداركهم مختلفة مراتبهم العقلية متباينة وهكذا في سائر تفاصيل وجودهم وما يتجلى في كياناتهم هذه خلاصة خلاصة لما تحدث به وتحدث عن أولئك الذين مروا بتجارب الاقتراب من الموت قطعا إنني شرحت مضامين كلامهم وقربت أحاديثهم وأقوالهم من خلال مضامين الروايات والأحاديث فما زجت بينما قالوا وقربت المضامين من خلال ما شرحت الروايات والأحاديث فيما يرتبط بالجهات التي تحدث عنها وإلا فإن أحاديث العترة الطاهرة حدثتنا عن الأعمق والأعمق والأعمق ما تحدث به سيكون مزاحا صدقوني على الأقل من وجهة نظري سيكون مزاحا إذا ما أردت أن أقايسه بأسرار قرآنهم المفسر بتفسيرهم وأسرار حديثهم المفهم بتفهيمهم هذا بحدود معرفتي هذا بحدود معرفتي فما بالكم إذا كان الذي يحدثكم يمتلك معرفة أعظم بكثير من معرفتي القاصرة المقصرة المحدودة الضيقة التي لا تعد بشيء أبدا إذ أنني عاجز أمام الحقائق التي قد قرأتها عليكم قبل قليل من أدعيتهم ومناجياتهم وزياراتهم الشريفة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر